لحنروح لأولى محطاتنا نور وأولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن شهدت الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد إجراء عملية جراحية نوعية أجراء الدكتور طرفة البغدادي اختصاصي بالجراحة العصبية مع فريق طبي في مشفى دمشق استقصال نصف كرة مخية لطفل يبلغ من العمر ست سنوات لعلاج نوبات الصرع فهل استطبابات الجراحية ممكن أن تكون حل طبي للصرع وهل من الحالات التي يمكن أن تلجأ للجراحة هاي المعلومات وغيرها رح نتعرف عليها أكيد مع ضيفنا لليوم بصباحنا غير الدكتور طرفة البغدادي أهلا وسهلا فيه سباح بخير ويعطيكم العافية أهلا وسهلا يسعد صباحك واشي ننجح نحيي للكدر الطبي بمشفى المجتهد على جهود الكبيرة اللي عم تنفيخة أنا أبدأ مع الدكتور كيف يمكن أن نلجأ للعمل الجراحي أو نلجأ للعمل الجراحي في حالة مرض الصرع؟ وكيف يمكن هذا الحل يستفاد منه المريض؟ الجراحة في ما يتعلق بمرض الصرع هي قرار يتخذ من قبل كوكب من الأطباء يعني من عدة اختصاصات من سواء أطباء الأشعة أو أطباء العصبية الداخلية وأطباء الجراحة بنفس الوقت الأغلب في حالات الصرع أنه هي علاجة دوائي ما نحن حالات جراحية ولكن بحالات معينة انتقائية بيكون في دور للجراحة ومسميها نحن جراحة الصرع فالصرع هو مرض يعالج دوائياً بالدرجة الأولى ولكن في حالات معينة بيكون المشكلة المعننة على العلاج الدوائي وبنفس الوقت في مشكلة بنيوية بقلب الماغ ممكن إذا استقصلناها نوقف الصرع أو أنه عن ما قال لي نحسن السيطرة عليه طيب دكتور كمان بالمقابل يوجد حالات بيكون التدخل الجراحي غير مجد فيها خلينا نحكي عن هاي الحالات اللي أنتو بتختاروا وبعد ما ترتقوا طبعاً الحالة الطبية للمريض أنه لأ هون بكفي أدوية ما فينا نتدخل جراحية صحيح يعني هي الفكرة يعني على تعقيدة هي جداً بسيطة الصرع هو خلل بالكهرباء يعني نحن دماغنا هو عبارة عن كهرباء بدك تغيري حتى يعني إدراك الإنسان بتغيري السيالات العصبية اللي هي عبارة عن شحنات كهرباء الخلل الكهربائي اللي بصير بمرض الصرع إذا كان خلل معمم يعني ما نقدر نحط إيدنا على مكان هو المصدر فهو علاج دوائي ولا دور للجراحة بهذا الحال في مثل بالسيارة في كيف ضربت المارش إذا نحن في مكان بالدماغ برأينا أنه هو هذا المكان هو عم يقدح العملية كله ياتا فنحن إذا استقصنا هذا المكان ممكن نوقف العملية لأنه بقية النسيج الدماغي ما نعايش حالة صرعية ما في تغيرات الكهربائية تبع الصرع لذلك بيدخل هون كل مفهوم الدراسة ما قبل الجراحة هي للتأكيد على أنه تموضع الاضطراب الكهربائي بباحة من الدماغ بعدين بيجي السؤال هل يمكن استقصال هذه الباحة ولا لا؟ أو لا طيب دكتور خلينا نعرف يمكن مرض الصرع لناس والمشاهدين وأسبابه اللي نحكي أكثر عنه الآن الصرع هو مرض طبعا بحد ذاته ولكن هو عرض لأمراض تاني يعني ممكن يصير واحد عنده اضطراب بالشوارد يعمل نوبية صرعية ممكن ولد تطلع حرارته يعمل نوبية صرعية ممكن ولد يخلق الدماغه مركب بطريقة أنه يظل يعمل صرع طول عمره ففي حالات نسميها نحن الخلقية وفي حالات مكتسبة في مواد بيصير انسيمام فيها بتعمل حق يعني بتعملها فالسبب هو اضطراب ممكن تشوفيه بسياق العديد من الأمراض وليس هو مرض لحال ممكن يكون هو يعني مثل مفهوم لحال منفصل مرض صرعية وممكن يكون يجي بسياق أمراض تاني يعني مثل هو معروف يمكن عنده كتير أمهات وأنه الاختلاج الحروري أنا أخاف تطلع حرارته كل ما بتطلع حرارته بيصير عنده اختلاج بناخده على المستشفى فالاضطراب اللي بيصير هو عبارة عن شحنات كهربائية متزامنة وين بتصير بتعطي الأعراض يعني إذا صارت قريبة من القشر المحرك بينفض الجسم كله إذا صارت جنب الشم بشم ريحة غريبة إذا صارت جنب الرؤية بيحس بفلاشات أو شيء إذا صارت جنب فهمنا للفراغ بصير الفراغ كله بيبرم حواليك وين بيصير الإضطراب الكهربائي بسي ممكن معترف عليه أكتر مرض الصرع اللي بينشوفه عند النوبات الصرع يعني هجل معترف أكتر عليه نحنا بنعرف هذا اللي بينفود تماماً بين هيل لا فهذا الصرع المعمم فيه الصرع الجزئي اللي هو عبارة عن أنه المريض هو بيوصف لك النوبة يعني لك أنا بحس هي بعدين بحس بريحها بعدين بحس أنه في شيء هذا بيسمه انزعاج شوسوفي بعدين بيصير عنده حركات معينة ممكن هو يوصف لك النوبة المريض طيب دكتور بشكل عام بعض الحالات بيقولوا أنه هي بتتعايش مع الدواء لفترة طويلة من الزمن وفي يعني خليني أقول علاجات مختلفة طبعاً لدرجة الإصابة بالصرع مثل ما قلت إن كان هو خلقي أو إن كان بسبب شيء تاني خليني نحكي عن العلاج العلاج الدوائي بتحكيه عننا؟ تمام هلأ هي الفكرة كل المفهوم الأدوية المضادة للصرع هي نحنا بدنا هاي الشحنات نخفف منها هلأ وقت نحنا منخفف من هاي الشحنات ممكن المريض يتوقف النوبات نهائياً عنده لذلك نحنا عندنا شيء اسمه الصرع المعنل على المعالج الدوائي هذا له تعريف له تعريف أنه المريض أخذ مثلاً علاج وصلت للتراكيز السمية من الدواء يعني أعلى دوز بعدين شاركنا معه أدوية تاني وما وقفت هذا مسميه صرع معنل على المعالج الدوائي ولكن هو بشكل عام هي أدوية تثبت الفعالية الكهربائية غير الطبيعية تثبت الصرع فينا نقول بالضبط إذن منها طلعت أدوية تثبت الألم يعني مشتقة من أدوية الصرع لأنه هو الألم بالنهاية كمان شحنات كهربائية إذا خففنا منها الشحنات ممكن المريض يتحسن ويتخف الألم تبعاً ذكرت نقطة كتير مهمة دكتور أنه ممكن يكون المرض خلقي أو مكتسب كيف ممكن يكون مكتسب؟ مكتسب مثلاً لأنه ممكن أنا مثلاً كأهل عندهم ولد أنا يكون صباقة للأمور لاحظ أكثر يعني يعطيهم بعض الملاحظات لحتى هذه الأصص ما تمر هيك مرور يعني حالة طبيعية لازم نوقف عندها يعني هعطيكي مثلاً مثالين أنه مثلاً مرض شائع هو التهاب السحاية فيه مليون سبب لا يصير التهاب السحاية أحد العقابيل نحن ما سميه العقابيل يعني هي الأشياء بتحدث بعد فترة أنه مريض طاب وتحسن بعدين صار عنده صرع صار عنده خلل كهربائي بالدماغ وبعد الالتهاب السحاية بتقول لك الأم أو المريض نفسه أنا بعد الالتهاب السحاية دخلت بمرض السرع حالة مريض الثاني صار عنده نزف بالدماغ وفات بهالمتاهة طبعاً أنه وعي وما وعي ونشلو إلى آخره بعد فترة راح الدم وارتشف بتصير عنده بقرة بالدماغ مولدة لمرض السرع فهذا الحالات المكتسبة بمعنى أنه صار حدث طارق على الدماغ حدث بعده خلل بكهربائية الدماغ ومنه بعدين انطلقت العملية الخلل الكهربائي المتعلق بمرض السرع أكيد دكتور بالختم حديثنا لليوم شو النصيحة الأبرز اللي بتوجهها يمكن لك العائلة ممكن يكون عندهم طفل أو طفلة مصابة بالسرع الشي البسيط جدا يعني إذا بدك النصيحة البسيط أخيرا نروح للبدايات أنه ما نستهيم بالموضوع أنا أحيانا بيديهجوني عالم أنه بيجوا من غير دول أنه نحنا جايين أن نعاير الدواء هون لأنه إذا عايرنا بهذاك الدولة بيشلحوني شهادة السواء مريض السرع ما لازم يسوق ما لازم يوقف مرتفعات عالية لأنه هو من بس خطر على حاله وهو خطر على الآخرين يعني ممكن تجينوه هو عم يسوق فأهم شيء نعترف بهي الحالة ونأقلم العائلة كاملة أنه نحنا في عنا حالة معينة ما أنا مستحيلة يعني في ناس وصباء بالتاريخ مثلا دوستويسكي معه الصرع يعني يعني ما ننقل بس في أمور معينة نحنا ما لازم نعمل عندما نكون مصابين بهذا المرض فالإحتياطات طبعا في كتير طبعا أنه عندما تجينوه بالسرعية شو بيعمل أنه بيناموا على جنبه للمريض حتى ما يستنشيك ما تفوت المفرزات على الرئة تبعه بس بالشكل عام يعني أنا ممكن بحس أنه هنا مطالبين بشي بس نحنا كمان مطالبين بالتوعية تبعا باتجاه يعني هالمرض اللي هو شائع جدا بالمناسبة دي تشكرك دكتور طرفة بغداد دي أخصائي عصبية على وجدك معنا متمنى الصحة والسلامة لكل الناس شكرا كتير لك شكرا لك دكتور ويعطيكم العافية خليني إياك شكرا كتير